المغرب والكان حلقة 16 دورة القابون 2017 غاب المتخب الوطني مغربي لكاس أمم أفريقيا 2015 لتلعبت في غينية استيوائية بعد انتسحبه في آخر لحظة متنظيم بسبب تفشي وباء إيبولا ودخل لاحقا غيمر تصفيات مؤهلة إلى لكان 2017 لغتقام في القابون بقيادة دي الناخب وطني بعد وزاكي بداية من جوان 2015 بدل المتخب الوطني مغربي مشوار تصفيات بالفوز الصعب على المتخب الليبي بواحد صفر بأقادير وبدون إقناع ومن بعد جابت ثلاثة نقاط بعد انفوز ديالله لصوته وميخرج الديار بثلاثة صفر ومن بعد تمت إقالات الناخب وطني بعد ذاكي منصب ديالله بعد الفوز الصعب لغينية استيوائية في تصفيات مؤهلة إلى كأس العالم وتم تعويضه بفرنسي هيرفي رونال فهذا المتخب الوطني مغربي ذهبا وإيابا على متخب جزر رأس الأخضر وهناك تشاهدوا المغاربة بروفي جديد اللي هو النجم سوفيان بوفان في مارس 2016 ومن بعد أهل المتخب الوطني مغربي بدون عناء اللكان بعد تعدوا في تونس ضد المتخب الليبي بواحد وواحد والفوز في الربط على متخب صوتومي من شاء المتخب الوطني مغربي المدينة أويام القابونية بتشكيل فيها مزيج من لاعبين الخبرة ولاعبين الشابين كان مجموعة من العناصر المجربة بحل بوصوفها بن عاطية والإحمادي إلى جانب اللاعب الشاب يوسف نصيري لأنه كان عمره وإنه دق لم يتجاوز 19 لسانه البداية كانت متعترة بهزيمة ضد المتخب الكونغو الديمقراطية بواحد سفر من خطأ فادح للمهدي بن عاطية البداية المباراة الثانية كانت كاريتية ومتخب الطوق وستطع أنه يسجل هدف سابق في مرماد المتخب الوطني المغربي وهنا بدكت تسعب الأمور خاصة بعد هزيمة لوضع سجل اللاعب يوسف نصيري أول هدف له فلاكا من بعد الفوز عن متخب الطوقو بثلاثة لواحد كان المتخب المغربي في مهمة صعبة في مباراة الثالثة والأخيرة على الضور الأول ضد متخب إفواري بكافة النجوم منتخب كود ديفور كان تعادل في أول جوز المبارايات وبالتالي كان محتاج ثلاثة نوقات الفوز حتى أنه يمشي للضور الثاني فحين أنا متخب الوطني المغربي كان في حاجة إلى نقطة تعادل الفقر عرفت المباراة التألق للاعب حمزة ميندين اللي كان اللاعب في الجهة ليسرم الدفاع وحدم الخطورة سيرج أوري والمهاجيم من إفواري وقال المنتخب الإفواري كيبحث على هدف التقدم وضيع مجموعة من فرص ولكن في الشعور الثاني بدل المنتخب المغربي يأخذ المبادرة والسجل هدف رائع عن طريق اللاعب راشيد العليوي وكان من أرواع الأهدف يدل هذيك النوسخة يا لقابون فاز المنتخب الوطني المغربي على كود ديفور بواحد السفر وبالمناسبة قصاهم المنافسة ورفع راسية دياله ستاة النقاط ودلس في المركز الثاني خلف متخب الكونغو الديمقراطية اللي يتصدر مجموعة سبعة ديانات كانت هذي أول مرة كي تجاوز فيها المنتخب الوطني المغربي الضور أول من بعد 13 لسنة ديال الانتظار وكان خصو يخرج مدينة أوييم ويمشي البورجونتي لمواجهة المنتخب المسري في دور ربع النهار قبل الماشر المغربي كان جدل كبير على أرضية الملعب بورجونتي اللي كانت كاريتة ومتدررة جدا وليكن اللعب فيها المنتخب المسري مباراة الولادين لدور المجموعة قبل المباراة كان التقارير تشير إلى أن المباراة تمنقلها من بورجونتي إلى ليبروبيل أو فرانس فيل خاصة أن الأرضية الملعب كانت كاريتة وما تصلحش ممارسة مباراة في كرة القاعدة. في نهاية الموطف تلعبت المباراة في مععب أصلي ديالها اللي هو بورجونتية رغم الارضي دي لما كانت صالحة. وقبل هذا الماشي تذكروا معي أن المنتخب المصري كان واحد وثلاثين سنة. ما حققتاش يفوز على المنتخب المغربي. وبالضبط من مربع الذهبي ديالله كان ١٩٨٨ لتعبت في مصر. والفوز الشهير دي المنتخب المصري بهدف الصفر من تسجيل لعب طاهر أبو زيد لي أصلا كان خلص يكون موقوف وما يلعبش هذه المباراة. كان المنتخب الوطني مغربي كيشكل طبعا عقدة المنتخب المصري ودخل المباراة هو كيبادر الهجوم مضيع مجموعة من فرص خاصة الكورة ذي البوصوفة اللي ضربت في القائم الأفقي. قال المنتخب المغربي كيحاول يقلب على النتيجة وكيستحوذ على الكورة ومتخب مصري كان يقوم مرتدة خطيرة وفي عشرين دقيقة للأخرى كان المنتخب في مصري أخذ المباراة أو أكثر خطورة. ومع الأسف سجل هدف الوحيد في الماتش ودخل 87 عن طريق لعب عبد المنعم كهرباء بعد خطأ فادح لعب مهدي بن عطية في التغيب. انتهت المشاركة المنتخب المغربي في لاكان 2017 في الضرب والنهاية ورجع بنفس جديد لتصفية مؤهلة إلى مونديال روسيا 2018. بعد ذلك نتلقى خاطئ أجود التعادل السلبيين مع القابون كود ديفور. بدأت نتعيج الإيجابية تتوالا بعد هذا لاكان 2017 وفاز المغرب السوداسي على مالي وتعادل معها إيابان في باماكو صفر يمثلي. وفي نوفمبر 2017 جابت تأهل من قلب أبي جون على حساب المتخب إيبواري بجوج للصفر. شكرا لكم.